مساء الخير، أمهات كتير بتوعى في أزمة كبيرة لما الزوج يتوفى ويكون في أطفال أزمة إزاي تقولهم إن باباهم مات بس نانسي بطلق قصة حقيقة النهاردة بتفكر تعمل عكس كده عايزة تقول لبنتها إن باباها مات رغم إنه هو لسه عايش طب هي ليه عايزة تعمل كده تعالوا نسمع القصة من أولها ونشوف نانسي بعدها تقول لنا إيه اسمي نانسي في التلاتينات من عمري خريجة كلية قمة بشتغل في مكان حكومي ومن أسرة متوسطة الحال شاءت الظروف إني جوزت متأخر لأسباب خارجة عن إراضتي بسبب النصيب اللي كان بيبعث لي أحيانا ناس مش عجباني وأوقات تانية كنت أنا إلا ما بعجبهمش فضلت السنين تعدي سنة وراء سنة لحد ما وصلت للتلاتينات صحابي المقربين عشان بيحبوني وعايزين يخلوني أفرح كانوا بيحاولوا يعرفوني على عريسين كويسين منهم صديق مقرب قال لي عندي لك عريس ابن حلال إيه رأيك تشوفي مش هتخسري حاجة وفعلا حددنا معايد وتقابلنا بمعرفة أهلي وأهله وحكينا قصة حياتنا البعض فحصل قبول وجاب أهله وخطبني مجرد ما حصل قبول وتمت الخطوبة اعتبرت نفسي شركته بجد دخلت في الموضوع بقلب لدرجة أني ساعدته في الحاجات اللي هو مش قادر يجبها اتنزلت عن باقي الشابكة من وراء أهلي حرصا على أن الموضوع يتم بشكل كويس واتجوزنا وحملت من أول شهر وياريتني ما تسرعت من أول شهر يا سالي لقيت جوزي بيقول لي أنه عليه ديون كتير مش هيقدر يصرف على البيت لمدة خمس شهور قدام حسيت ساعتها أنه ده أمر واقع والغريبة أني بدل ما أقول له ليه معرفتنيش كده قبل الجواز أو أخد منه موقف لقيتني بقول لنفسي خلاص بقى يا نانسي ده بقى جوزك وهي بقى أبو ابنك أو بنتك اللي جايين في السك والمفروض تقفي جنبه قلت له خلاص ماشي ما يهمكش وأنا اللي شلت مصاريف البيت ومعها مصاريف متابعة الحمل والأدوية والأشعة أكيد أنتوا عارفين مصاريف الحمل النهاردة بقت عاملة إزاي بعد خمس شهور قلت له طميني إيه الأخبار قال لي مفيش جديد قصة أنا عملت جامعية مش هقدر أصرف على البيت لا كده بقى ده مش ظرفة مؤقت ها حق مكتسب يا نانسي شافك متسهلة مستعدة تشيل الليلة هتشيل مصروف البيت فحبي أتمدى فيها مش مهم مهم ما عملت إيه بعد كده تعالوا نكمل ساعتها كنت أول مرة أخذ موقف رفضت أكمل بالشكل ده حكيت كل حاجة الأهلي وخلتهم يدخلوا بعد ما تكلموا معاه وأحرجوا اتحسن شوية بس كان واضح أنه بخيل ماديا وبخيل حتى في المشاعر كمان يعني أنا مثلا شخصية رومانسية جدا كنت بحب عبر عن رومانسيتي بتفاصيل المفروض أنها تفرح أي راجل زي أن نعمله عيد ميلاد في مكان شيك أنا وهو بس واتفق مع قدرة المكان يخله الموسيقى تعزف مخصوص الجوزي عشان أدلعه وفرحه وهو في المقابل مش بيفتكر حتى يقولي كل سنة وانتي طيبة في عيد ميلاد أو جواز أو حتى فالنتاينز ده غير إنه كان إنسان غير أمين وغير أهل للثقة كل خلاف أو أي حاجة تحصل في البيت يجري يحكيها لولدته وولدته تحكي لأختها ومرطات إخواته حتى العلاقة الخاصة كانت كل تفاصيلها برضو بتتحكي لما ما كانش يلاقي حاجة يحكيها كان يقول حاجات مش بتحصل أصلا ويحاول يشوه صورتي بأي شكل مش عارف هل ده انتقام؟ عشان وقفته عند حده لما حب يستعبط في موضوع المصاريف ولدي تصرفات شخصية مريضة كل ده كان بيحصل بمناسبة أو غير مناسبة ده غير بقى التلاكيك الغريبة اللي كان بيعملها معايا زي إنه بيخليني أطبخ يوميا ويلزمني أرمي باقي الأكل في الزبالة عشان حرام وربنا ما يحاسبنيش كنت بشيل الأكل من وراء وديه لللي يستهلوا ومن كتر المشاكل والخلافات ابتديت أعيش سرعة مش جواز كل حاجة بيني وبينه مختلفة تماماً أنا طول الوقت بدي وهو بياخد طول الوقت بصوم بيتنا وابني وهو يهد لحد ما ختمت بمصيبة أكبر لما اكتشفت أنه على علاقة بواحدة متجوزة سمعتها بتكلمه في وقت متأخر لما واجهته بلي سمعته قال لي دي عميلة عندي ولما بينها شغله وبس عموماً صدقات ما قبل الجواز هتستمر زي ما هي وما الكيش دعوة كنت بصبر واحتسب عند ربنا يمكن يتصالح حاله بعد الولادة بس الموضوع فضل يزيد من سيء لأسوأ ووصل بي الحال إنه ابتدى يعيرني بسني بجوازي المتأخر بقى يتنمر علي قدام أهله ويتريق على شكلي اللي تغير في الحامل يقول أنت بقيت شبه الفيل لدرجة أن مرات أخوه خدت علي وقالت لي في مرة ابقيت علي أسبغلك شعرك أختي كبيرة زي كده بسبغلها شعرها واتدخلت في العلاقة الخاصة كمان تخيالي يا سيلي في مرة من المرات تعبت تعبت جداً وأنا حامل روحت مستشفى جنب البيت لما اتصلت بي عشان يجي يشوفني ويساعدني أرجع بيتي لما جي حاولت أن أنا أسند عليه قدام الأسانسير لأني ما كنتش قادرة أمشي لوحدي أمزق إيدي سابني وإحنا رجعين بالليل أتسند على حطان البيوت في الشارع لما طلعنا البيت قعد يكسر في البيت بهدلني فرج الدنيا علي وشتايم وغلط قال إيه؟ عشان اتصلت بيه يجي أخدني من مستشفى وهو كان صهران مع أصحابه وأنا بواست عليه القاعدة كل دي مجرد أمثلة لللي كان بيحصل وفعليا ما كنتش بعرف أرد وبكتم أهرتي جواي لحد ما طبعا وصلنا للطلاق حرصا على البنت اللي لسه بترضع اللي خلفتها منه وملهاش أي زم رجعته إديته فرصة أنه يصلح من نفسه بدل ما أهله يتدخلوا ويحاولوا ينقذوا البيت من الخراب خلوه أنه هو يتشارت علي أنه ما فيش رجوع إلا لو قدمت استقلتي من الشغل عشان أبقى تحت رحمته ما عنديش مصدر دخل رفضت طبعا اقترحت عليه نخليها أجازة بدون مرتب بس هما رفضوا ونزلني من الشقة أنا وبنتي سبت وراي هدومي منقلاتي وتحويشة عمري ما يعادل قيمة 400 ألف جنيه وبدأت مشوار المحاكم خلال كل ده قال لي مش عايز أعرف البنت ولا أشوفها تاني وعشان كده ببعت لك حكاية يا سالي لإني عايز أقول للبنت إن أبوها مات عايزها تعيش حياتها بشكل سليم تقول إنه قدر ربنا إنه خليها يتيمة بدل ما تكبر وتعرف إن ليها أب رفضها هو وأهله رموها وتخلوا عنها بكل سهولة عايز أعرف رأي الدين في حاجة زي كده أنا وثقة يا سالي إنك هتساعديني برأيك أنت وضيوفك وعايزاك يتوجهي رسالة لكل أم افترت وزقت ابنها على خراب بيته رفضت إنها تشوف حفدتها عايرت مرات ابنها إن أول خلفتها بنت بتعايرها بسنها من تحت لتحت وتقول لها أنا وإنتي من نفس الجيل وبتتهمها فأنا ضفت بيتها وإنه طبخها مش حلو عشان تداري على بخل ابنها اللي مش قد المسئولي أنا عايز أوجه رسالة لكل بنت من خلال برنامجك أوعي تقنعي نفسك إن عيب الشخص اللي قدامك ممكن يتغير مش هيتغير صدقيني مهما عشرته وحاولت يتصلحي فيه أوعي تتغاضي عن عيوب مش هتقدر تستحمليها واختاري لولادك أب ما يجرجرهمش في المحاكم آخر حاجة في رسالتي رسالة للقضاء المصري بخصوص نفقة الصغار النفقة بتبقى هذي لقوي ولا تتناسب مع ظروف المعيشة خصوصا لو الزوجة قعدت من الشغل عشان تربي طفلتها اللي سبتردع هستنى منكم تقولولي أعمل إيه متعاطفة معاكي جدا يا نانسي وطبعا زي ما تعودنا انه دايما بنقول انه الرسايل اللي بتجيلنا وبنطلعها في البرنامج ومنقراها بتكون على يعني عهدة الراوي احنا ما سمعناش الطرف التاني ومن حقه انه لو سمع قصته يطلع يعلق ويقول رأيه ويطلع معنا وهنديره مطلق وكامل الحري بس لو كل حرف بعثته نانسي حصل فعلا فهو بعد اللي قاله طلقها هنعمل إيه بعد اللي هو عمله هو أهله هنقول إيه هنرد نقول إيه هي أصلا اتطلقت مش بتسألنا ان هي تتطلق ولا لأ بس بتقول انه بنتها لما تكبر لازم تعرف ان ابوها مات عشان هي ما تتأثرش نفسيا يمكن دي من أول الرسايل اللي تيجي أو الحكايات هنا أو القصص في قصة حقيقية تبقى من النوع ده فيها كلام كتير قوي وعايزين نعرف لانه في أمهات كتير قوي عايزة تعمل كده لانه في رجالة كتير قوي مش قد المسؤولين